قدم برنامج صباح كومور الذي تعده وتقدم الدكتورة باسم السمعان حلقة جديدة ومتميزة بعنوان دور المرأة في الكنيسة حيث استضاف البرنامج في الستوديو سيادة المطران جمالد عيبس النائب البطرياركي للاتين في الأردن الذي أكد خلال الحوار أن للمرأة مكانتها الكريمة في المجتمع والكنيسة ولها عقوق متشابهة مع الرجل بما أنها شريك له في مسؤولياته فإلى هناك برسالة قداسة البابا الرعوية سنة 88 بعنوان كرامة المرأة فوضع فيها المبادئ الرئيسية للتعليم الكنسي فيما يخص كرامة المرأة ودعوتها في خدمة بيتها ومجتمعها وكنيستها وأن تكون المسهمة والفاعلة في بناء شريعة المحبة الحقيقية التي يعتش إليها العالم وأظهرت الرسالة بشكل جلي ما للمرأة من كرامة وما لدعوتها من أثر في تاريخ البشرية الخلاصي وانطلق قداسة البابا في تأمل العميق حول معنى الإنساني بالكتاب المقدس ليفسر حكمة الله في خلقه الإنسان ذكرا وأنثى فالفارق الجنسي لم يكن صدفة إنما هو من تصميم الله لأنه تعالى أراد لكل منهما دعوة مميزة وقد خص المرأة بدور أساسي لا يستغنى عنه شدد البابا ضرورة احترام كرامة المرأة التي كثيرا ما لحقها ضيم اجتماعي وبيّن عظمت دعوتها وبعدها الأمومة والبتولية فالتطور التكنولوجي الذي تشهده الإنسانية الآن يحاول انتزاع قيمة الأمومة من المرأة هو وسائل إنجاب الاصطناعي أو طرق الأمومة المستعارة جعلت من الأمومة وكأنها وظيفة ميكانيكية أو مستعارة وليس صفة مغروسة في العمق في كيان المرأة وهذا ما يقلل من سر الأمومة ويجعلها تافها كما أن الابتذال في مجال السلوك الجنسي يحاول أن ينتزع منها قيمة العذرية فتفشي الحرية الجنسية بدون رادع داخلي أو بدون رسم حدود أو أطر للسلوك جعلت من العذرية خرافة أو وهما وغير ذات قيمة ورأت الرسالة أن للمرأة دورا مميزا تجاه البشرية وفي مناحي الحياة كافة واتجاه الرجل بشكل خاص فهي وحدها القادرة بشكل لا مثيل له أن تدخل إلى كنه الإنسان وتفيض المحبة في القلوب وهي أفضل من يشعر مع الإنسانية فلا أحد أقرب منها إلى الإنسان لقد كان جزءا منها نما في أحشائها أحست به من الداخل وأرضعته وهو على صدرها وفي قلبها وهي أفضل من يعلن أن الله هو المحبة سيدنا درست الكنيسة الكاتوليكية دور العلم الماني في الكنيسة وأنه ليس لكن مختصر الخدمة الكنسية على الكهنة أو على المكرسين وإنما أيضا أدخلت العلماني في عمل الكنيسة ومساعدة الكاهن جنبا إلى جنب وإحنا بالأردن أعلننا وجود الشماسين الشمامسة الرجال في الأردن وكانت هذه كمان خطوة كبيرة من الكنيسة الكاتوليكية بمستوى الشرق أنه يعني تعلن وترسم شمامسة وموجودين الشمامسة في الكنائس الأخرى لكن عندنا بالكنيسة الكاتوليكية دائما في تحفظات على هذه المواضيع فمن أين رأت الكنيسة الكاتوليكية هذه التحفظات؟ شو تاريخ هذه التحفظات؟ من أين جاءت؟ لابعدين صار شوي شوي مع قداسة البابا الانفتاح إذا من نبدأ في رسالة قداسة البابا يحنا بولس الثاني في كرامة المرأة بيستند إلى أسس في الكتاب المقدس ومهم جدا أنه نكتشف ما هي المبادئ الموجودة في الكتاب المقدس لكي نرى كرامة المرأة لأنه من السهل أن نقول أن المسيحية كرمت المرأة إلى آخره ولكن لنعود إلى الكتاب المقدس بشكل سريع نعم من أول صفحة في الكتاب المقدس من خلق الإنسان عندما يقول لنا سفر التكوين أن الله خلق الإنسان على صورته كمثاله ذكرا وأنثى خلقهم وهنا بيعطي هذه المسواة في الكرامة ما بين الرجل والمرأة لأنه اثنين خلقوا على صورة الله وأيضا إذا منقرأ في الأنجيل في عنا كثير من الأمور اللي السيد المسيح خالف فيها عقلية المجتمع وأعطى اهتمام خاص للمرأة وفي عنا أحداث كثيرة موجودة في الإنجيل المقدس للمرأة الغريبة الكنعنية للمرأة المريضة اللي شفاها السيد المسيح للمرأة الخاطئة اللي غفر لها لمريم المجدرية إلى آخره لما منقرأ بتماعن هذه النصوص نشوف أنه مكانة المرأة تنطلق من كونها مخلوق على صورة الله مثلها مثل الرجل لها مكانتها في المجتمع لها مكانتها في الكنيسة هذا النقطة الانطلاق الموجودة نموذجنا مريم العضراء مريم العضراء في كل مقامات به ثم عنا تاريخ الكنيسة كيف بدأت الكنيسة ومشاركة العلمانيين في الكنيسة حتى وصلنا إلى اليوم كثير مرات في خلط ما بين ما يقوله الكتاب المقدس والتقاليد الاجتماعية ومرات التقاليد الاجتماعية في اضطهادنا للمرأة وفي سوء التعامل مع المرأة نستند بشكل خاطئ ولكن نستند أحيانا إلى بعض ما وردت في الكتاب المقدس وهي قراءات جزئية مجزئة ومغرضة للكتاب المقدس نعطي مثل على ذلك في رسالة القديس بوروس إلى أهل أفاسوس والتي تقرأ في احتفال الكليل في الزواج هناك أياته النساء اخضعنا لأزواجكنا نقطة والكلمة سلبية في الخضوع ولكن لنقرأ كامل النص لنفهم المعنى قضعنا الأزواجكنا كما تخضع الكنيسة للمسيح ليس خضوع الخوف ولكن المحبة وبالمقابل لما منستمر في الرسالة لنرى ما هو دور الرجل أحب نسائكم كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه في سبيلها من أحب امرأته أحب نفسه فهذه المحبة الكتاب المقدس يدعو الرجل لها هي محبة التضحية في سبيل امرأته وليس التسلط عليها هذه المبادئ الموجودة في الكتاب المقدس والتي تعطي المكانة الحقيقية للمرأة وإذا بنرجع كمان مرة لا السفر التكوين نرى عند دخول الخطيئة إلى العالم نتيجة الخطيئة أن الرجل يسود عليك يقول الله لحواء فأن الرجل يسود على المرأة هو نتيجة الخطيئة وليس ما أراده الله من البداية لذلك هناك مكانة علينا أن نكتشفها مكانة من الكرامة من الحقوق من هذه المكانة الخاصة في تاريخ الخلاص الموجودة للمرأة وفي نفس الوقت بدون أن نخلط الأدوار يعني المرأة مساوية للرجل في حقوقها ولكن لا تعني أنها مشابهة للرجل هناك دور للرجل وهناك دور للمرأة وهناك تكاملية ما بين الاثنين لما الله خلق الحواء من ضلع آدم في الرواية الثانية للخلق قال الله لنخلقنا للإنسان عونا بإزائه أمامه عونا اثنين يتعاونه مش عونا اللي يسود عليه ولكن حتى اثنين يتعاونه بين بعض وهذا المبدأ لذلك هناك كرامة متساوية هناك حقوق متساوية في نفس الوقت هناك اختلاف أيضا ما بين الأدوار المختلفة ما بين الرجل والمرأة وهذا ما يبني المجتمع بحسب مخطط الله للإنسان